غير محترفة ما فيش منظومة سليمة تقدر تبني عليها خاصة بقى المنظومة اللي لازم نتكلم عنها هنا في البرنامج السادسة مساء وهي قاعدة الناشئين اللي بتبنى عليها كل النجاحات في أوروبا بمعنى انه كل المنتخبات اللي بنشوفها بتتقلق بشكل كبير جدا 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 في الكاس العالم أو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا أو حتى في أفريقيا بتعتمد يا إما على قطعات الناشئين من تحت بتبني منتخبات من بداية الناشئين من تحت الناشئين وشباب ومنتخب أولمبي ثم منتخب قومي أو منتخب أول أو نظام الاحتراف السليم مليون في المية اللي ما بيطبقش عندنا هنا طب السبات كمان في فكرة أن يكون عندك مدرسة معينة وأنا تكلمت معك في ده قبل كده أحمد أعتقد يكون عندنا سبات على مدرسة معينة تشتغل معانا عندنا قناعات بيها مدرسة برتغالية ألمانية سويدية أيا كانت المدرسة اللي حنشتغل بيها ونبتدي نشتغل معانا سيبوا 7-8 سنين خطة مستقبلية مشروع يبتدي يشتغل فيه هذا الرجل أو هذه المجموعة من مدير فني لمدير فني لاتحاد لكوادر ستشتغل معاهم وهدي لك نمازج لده اسمح لي أقول لك أن إيطاليا مثلا مع منشيني من 2018 النهاردة أربع سنين والراجل مكمل وخرج من كسل عالم ولسه مكمل ولسه لعم بمباراة وإديها مع تركيا وكسب 3-2 يعني الموضوع مش خسارة بطولة أو خسارة مباراة في الله مع السلامة لا أنت مقتنع بإمكانيات هذا الرجل وهذه المدرسة فأنت بتسيبه يشتغل عشان يكون أنت عندك مشروع 5-6 سنين أو 7-8 سنين جاي